الآن أنا أحملها وبشرف فيها يا أستاذ دلال الساعة من هذك الوقت من الأربعة والثمانين محتفظ فيها نعم في مهرجان في مهرجان مربد الشعري بالضبط هذا كان مهرجان سنوي وإلي عن الحقيقة شاعر جيد شاعر فكاتب كان قصيدة عمي أخو الوالد كاتب قصيدة جميلة عن العراق والشعب العراقي والجيش العراقي وبطولاته إلى آخره فوديتها أنا وكان التواصل مع الأستاذ لطيف نصيف جاسم كان وزير إعلام وقتها وتم دعوته لحضور مهرجان المربد الشعري وكان بهذاك الوقت كمان نزار قباني كان مشارك بها وشعراء عرب آخرين فكانت قصيدة العم قصيدة رائعة وأعجب فيها الجميع بحيث أن الرئيس صدام حسين رحمه الله تم دعوته ومقابلته بالقصر الجمهوري دعا عمي وقابله بالقصر الجمهوري وكان سعيد بقصيدته وقال له إحنا منتشرف فيك بالأردن وتم إهداؤه ساعة يدوية إله وساعة يدوية إلي لغاية الآن أنا بحملها وبتشرف فيها يا أستاذ جلال الساعة من هذاك الوقت من الأربعة والثمانين ما احتفظ فيها نعم هذه من ذكرياتنا فإحنا والعراق الأردن والعراق لهم علاقة مميزة كما الأردن وفلسطين والعراق له دين في عناق كل العرب دين كبير وإن شاء الله أن يسترجع العراق عافيته وأن يعود العراق بكامل قوته وبكامل هذا وإن شاء الله دائما نفتخر في العراق العربي المنتمي لأمطة العربية بإذن الله